السلام عليكم زيكم هي منطقة على صفيح سا النهاردة موقع اسمه فاكس نيوز ده موقع تابع الحزب الجمهوري وموقع مؤيد لدونالد ترامب بشكل بيك جدا بس في الاخر هي وكالة انباء امريكية محترمة طلع تقول ان ايران هتضرب اسرائيل في خلال 24 ساعة قابليها على طول طلع موقع اسمه اكس ليس ولك على فكرة الهجوم الايراني بيتم الاعداد ليه عشان ايران تضرب اسرائيل خلال يوم الكميس ايه اللي بيحصل بالزبط ومنطقة تشتعل ازاي ده سؤال مهم بس الجريبة ان الاعلام الاسرائيلية بيتكلمش على الكلام ده كله الاعلام الاسرائيل نهاردة بيتكلم ان احتمال يبقى فيه ضربة انتقامية من الحوثيين ضد السعودية ايه اللي جابت السعودية والحوثيين لموضوع اللي بيحصل بين ايران واسرائيل وليه دلوقتي فيه كلام طالع حوالين توطر الحدود السعودية اليمنية او الحدود السعودية مع اه الجانب الحاوذي. ايه اللي حصل بالزبط? وايه التقارير الخطيرة اللي معنا النهاردة? اللي مفيش على فكرة. ولا وكانت انباء نقشت الخبر ده من ساعة ما نزل. وعلى فكرة خبر ده نازل بقاله كم ساعة بالزبط. بس ولا وكانت انباء حتى نوهت ليه. اللي بينوه ليه الجانب الايراني. اخبار خطيرة. عن الحدود السعودية اليمنية في وقت. العالم كله عمال ينتظر الرد الايراني على اسرائيل اللي ما تمش لحد دلوقتي. وكل الناس ما هتحذر مني. بس طبعا عشان اقول لك كم ده كله واكشفهولك. لازم اقول لك القصة بالاول. قبل اكشف الموضوع قبل اكشف لك التفاصيل خليني اقول لك ان احنا معنا راعي كوي جدا محترم جدا وهو. الحقيقة الراعي اللي معنا النهاردة لو قصة. لان هو على الفكرة هي فرصة وكنز في نفس الوقت. ازاي? معظم الناس بتستهدف الامارات عشان تلوح تفتح فيها الشركات. لان الامارات من اولى وجهات الاستثمار في العالم. وناس كتيرة قوي بتبقى عاوزة تفتح شركتها في دبي او في ابو ظبي وتفتحها بسرعة. بس كانت كله بيكلف. وتكاليف كبيرة كمان. قعد تفتح تكاليف صغيرة ان ان انت تفتح شركة في امارة زي امارة دبي او امارة زي ابو ظبي ده حاجة بسيطة. ابدا. ده ممكن تكون مكلفة. وقت. ففي ناس تلجع تقولك ايه? لا. احنا نفتح شركتنا في منطقة حرة في دبي او في ابو ظبي او في امارة كبيرة في الامارات. عشان يستفيد ان انا مدفعش درائب. الحقيقة انا عندي ليك حل لكل الكلام ده كله. حل ما يخلكش تلجع الوسيط. حل يخليك تفتح شركتك بمنطقة سرعة وبارخص التكلفة الممكنة في الامارات. زي ان الحل يسمه المنطقة الاعلامية الحرة. مدينة الابداع في الفجيرة. انت عارف ان الفجيرة هي كنز مخفي في الامارات? كنز لان دي مفتاح الساحر لامارات. ليه? كنت تجار كتير جدا بيروحوا هناك عشان يفتحوا شركاتهم بارخص الاسعار. واعوز اقولك من كترة ضغط عليها مصر الطيران افتتحت خط جديد مخصوص لمطار الفجيرة الدولي. لان ببساطة تكلفة المعيشة مناسبة جدا. في حين ان امارة الفجيرة بتحتل مرتبة تانية عالميا في تزود صفن بالوقود. والتالتة عالميا في تكزين النفط. طبعا جير المصانع والفنادق الفخمة ومسابقات الرضايا العالمية. ودايما بيكررون مبداعين ومميزين. مدينة الابداع عاملة باقة خاصة لقناة سامري. سموها سامري الشاملة. باقة سامري هتديك رخصة تجارية واقامة وتأمين صحي واستخدام مساحات العمل المشتركة والواي فاي لمدة سنتين مجان. اما لو حابب تخش في البزنس على طول وتعقد اجتماعات وتعمل ورش متوفر عندهم قاعات اجتماعات وتدريب. تستوعب حتى اربعين شخص لو حابب تستقجر مكتب فهم كمان بيوفرهم مكاتب. ومكاتب دي بتكون موثوقة. وخيارات الاجارة هناك بتكون بالاشهر او بالاسبوع او حتى باليوم او حتى بالساعة. كل ده غير عضوية مجانية في منطقة الحرة. تمنعك حصومات على الفنادق والاندية الرياضية ودورات مجانية في البزنس. كل ده زاد الاشتراك في حفل التكريم السانوي. لتكريم لواد ورائدات الاعمال. بص فقا مفيش احلى من كده. هسيب لكم الرابط اسفل فيديو وبالمناسبة. ده مش وسيط ده من منطقة التجارية الحرة على طول. هتكلم الناس وهتكلم بمسؤولين بشكل مباشر. وهيحلولك كل مشاكلك. وهيخلصولك الاجراءات بمنتهى السرعة. وعلى فكرة عندهم باقات كتير جدا تساعدك ان انت تاخد الباقة الانسب ليك في ارخص الاسعار الموجودة في اي منطقة حرة في الامارات وفي اسرع والي. لين ببساطة دي المنطقة الاعلامية الحرة في مدينة الابداع في الفجيرة. نخش في الموضوع لطول. نخش في الموضوع لطول. الجديد اللي مع النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة حضرتك واول مرة حتسمعه في ما يخص اشتعال الحدود السعودية اليمنية. هنبتدي من اين? هنبتدي طبعا من الشرق الاوسط ولا بيحصل فيه? لما تيجي ببص هتلاقي لحد ما انا بكلمك. ناس عمالة تشكك وتقول لك دي مصرحية ومحفيش حاجة هتحصل. وايران مش هترد على اسرائيل. والكلام بقى ايه? اللي انت تتعطي تسمعه دي على طول. طيب. دي بتبقى امنيات شخصية او اهواء شخصية. خلينا نتكلم في الاخبار ونتكلم في الجد. ايه اللي بيحصل? اللي بيحصل ان امريكا ابتدت تبعت زي ما قلت حدودك في فيديو اللي فات غواصة نووية اسمها يو اس اس جورجيا. يو اس اس جورجيا تيب تحمل مية اربعة وخمسين ساروخ. سواريخ كروز. وسواريخ على فكرة ممكن تكون نووية كمان. داخل غواصة دي. مش بس كده. وزير الدفاع الامريكي مش بس حرك غواصة نووية. ده اكلم اه حملة التقارات يو اس اس ابراهام لينكون اللي هي اصلا كانت في محيط الهادي انها اجري بسرعة. يعني اسرعه. لو ماشي على سرعة معينة ضعف السرعة. لازم تصل الاسرائيل في منتهى السرعة. لان ايران الظاهرة هتشن هجوم على اسرائيل. خبرين دول نزل الصبح. صح? بس النهار ده جايت اه انتباه الناس كلها. ومنهم انا يعني. قالك بخبر جداعادي. ليه خبر جداعادي? لان خد بالك كل الاسطول الامريكي الموجود في الشرق الاوسط. هو كله المفروض اسطول دفاعي. يعني اغلبه طيرات دفاعية. انا بتكلم اغلبه. لان فيه اه سيرب اف اتنين وعشرين رابتر كان وصل الخليد. انا فاهم كده كويس. وفي اه البي لانسر تم رصدها في الاردن. بي لانسر دي قاذفة نووية. بس الاغلبية العظمى من الطائرات والقطع البحرية هي قطع دفاعية. ماشي? انما لما وزير الدفاع الامريكي يحرق غواصة نووية ويؤمر ابراهام لينكن او حاملة الطائرات اللي اسمها ابراهام لينكن انها تسرع للوصول للسواحل الاسرائيلية ده امر لازم توقف قدامه. ليه? لان دي غواصة نووية. دي مش هتشارك في اي نوع من انواع الدفاع. وزارة الدفاع الامريكية ان الوزيرة لويد اوستن ابلغ وزير الامن الاسرائيلي اف جالنت في اتصال هاتفي انه امر بتسريع ارسال مجموعة حاميلات الطائرات ابراهام لينكن الى الشرق الاوسط. واضاف البنتاجون ان اوستن امر ايضا بارسال غواصة الصواريخ الموجهة يو اس اس جورجيا الى منطقة القيادة المركزية. تاني حاجة انت بتتكلم على ابراهام لينكن دي شيء لا سرب مقاتلات من اف خمسة وتلاتين سي. اف خمسة وتلاتين سي هي طائرات مكلفة بمهام هجومية وجامعة معلومات استخباراتية. معنى كده الاسطول الامريكي. والجيش الامريكي في الشرق الاوسط مش بيعد نفسه لهجمة ايرانية على اسرائيل. ده بيعد نفسه لضرب ايران. حاصل? واخد بالك من حتة دي. امريكا حاليا غيرت من اهدافها. تاني حاجة كل الكلام اللي طالع ان ايران خايفة وان ايران ومش بمجد في ايران خالص. خالص. بص انا اثر حاجة عاوز اعملها ان انا تكلم على ايران. بس انا بقولك كل الكلام اللي طالع حاولين دبلوماسية امريكية لتخويف ايران. او لردع الجانب الايراني. ان هو مايردش على عملية اكتيال اسماعيل هنية بقت بالفشل. وخلاص يا جماعة احنا على بعد ساعات وايران هتضرب اسرائيل. ده امر مفوش جدا. الامريكان بيتحركوا على هذا الاساس. انا مش جاي اقولك ان الامريكان بيقدروا كده. انا بقولك الامريكان اتحركوا على كده. الجيش اتحرك قدامك على كده. امريكا بتستعد ان ما انطاع تاولع. بسؤال بقى كل الكلام ده يجب ان هو يكون مصحوب بضغطية اعلامية شرسة. وكل الاعلام بيتكلم عليه. كل وكالات الانباء عملة تفرد مقالات وفيديوهات ومحللين وكل الناس عملة تتكلم. ايه اللي حيحصل بين اسرائيل ويران. صح? انما في موقع اسرائيلي اسمه اي تونتي فور. موقع اي تونتي فور ساري الكلام ده كله. بتلاها قالك على فكرة. امبارح كان فيه هجمة من سلاح الجو الامريكي والبريطاني على منطقة اسمها الغور. دي منطقة قرب الحدود السعودية في اليمن. ماشي? والهجمة دي كانت هجمة خطيرة جدا. ده على حساب وسط الموقع. ليه عم هجمة خطيرة? قالك على فكرة اصل الامريكان وبريطانيين من ضربوش لوحدوهم. ده كان فيه مصيرات سعودية ضربت الموقع. جدد العدوان الامريكي البريطاني شن غارته على محافظة الحديدة. واضح مصدر امني لوكالة سباف صنعاء ان طيران الادوان الاستطلاعي شن غارة على جزيرة كاميران التابعة لمحافظة الحديدة. بينما لم تتضح اثارها بعد. وده اول هجوم سعودي على الجانب اليمني بعد اتفاية صنعاء. وبعد ما السعوديين والحالفين توصلوا الاتفاق وهدوا للدنيا كلها. اظهر كده ان السعودية شافت ان يجب تقديم الحوثيين دلوقتي. ده وجهة نظر الموقع. وخد بالك ان الكلام ده بيجي بعد ما نزلت النهاردة واشنطن بوست مقالة جديدة بتقول فيها ان امريكا اعادت تسليح السعودية وسمحت بارسال اسلحة هجومية للسعودية. وده شيء مهم جدا لان امريكا من ساعة مجاتل ادرار امريكية. بقالها اكتر من تلات سنين تقريبا. منع ارسال اسلحة هجومية للسعودية لان السعودية كانت بتحارب الحوثيين. وساعتها الامريكان حاب يوقفوا الحرب دي. دلوقتي الادارة الامريكية قبل ما تقوم حرب بين ايران واسرائيل. الادارة امريكية بترسل اسلحة هجومية للسعودية ودي اشارة مهمة جدا. ماشي. الكلام اللي بقولهولك ده كلام نازل في الاعلام الاسرائيلي فيه ربط من الاعلام الامريكي. بس اكتر ناس مركز على الخبر اللي بقوله لك ده هو الاعلام الايراني الاعلام الايراني عمال ماسك ان فيه مصيرات سعودية ضربت مواقع تابعة الحوثيين مبارح في هجوم خاص بالكوات الجواية البريطانية والامريكية هل الكلام ده صح؟ لا يعني لا هل السعودية ضربت الحوثيين؟ ما ضربتش أما ليه الكلام طالع كده؟ جر الرجل وحتيجي تقولي انت منين عرفت ان السعودية ما ضربتش؟ يعني خليك منطق معنا تكلم معنا بشكل كويس انت تحت ايدك مصادر تقول ان السعودية ضربت او ما ضربتش؟ هقولك لا بس خد بالك ان مثلا تركيا الشيخ طلع قالك ان السياحة السعودية اصبحت بعبة مش بس كده السعودية عاوزة تغير قانون الاستثمار عندها بحيث انها تبقى دولة جاذبة اكتر للاستثمار دي دولة مش بصة على حرب وأكبر مثل حد يقولك هو مثل اللي استندت عليه صحف امريكية كتير بتقولك ايه؟ بتقولك في اخر مرة كانت حنتندلع مواجهة بين السعودية والحوثيين السعودية قفلت الباب على طول يعني ما خدتش ودت مع الحوثيين لا قبرت دمكها وقفلت الباب امتى الكلام ده؟ لما البنك المركزي في عدن قال البنوك اللي موجودة في صنعاء اللي هي تحت امرة الحوثيين قال لهم انتوا قدامكم ستين يوم وتقفلوا الفروع بتاعتكو دي وترجعوا لعدن او تنقلوا لعدن وقال لها حناسح بالتراخيز بتاعتكو ومش هيبقى فيه اي فروع في صنعاء ايه اللي حصل؟ الحوثيين تلوها هددوا وقالوا احنا على تحت ايدينا صور للمطارات السعودية ومطار قصاد مطار وبنك قصاد بنك وكام ده كله نحن سننطلق لمجابلة كل خطوة بمثل هذا المطار مطار الرياض بمطار صنعاء البنوك بالبنوك وهكذا الموانئ بالميناء لن نجبل منكم ابدا ان تتجهوا اتجاها عدوانيا اجراميا احمجا غبيا لا احد يفعل مثله في كل الدنيا من يطلب من مثل هذه الخطوات في كل العالم؟ السعودية ما جدلتش والسعودية ما دخلتش في مهاطرات مع الحوثيين السعودية قفرت الباب على طول ده معناه ان اكيد اكيد السعودية ما شاركتش في حجمة ضد الحوثيين بس لما يطلع خبر ده من صحيفة اسرائيلية وتأمن عليه صحف ايرانية وتركز عليه ضجر رجلة جماعة ضجر رجل حبس؟ ده ممكن يخلي الحوثيين يستندوا على اخبار غير حقيقية ويكلوا المسايرات بتاعتهم تضل طريقها مثلا وتنزل في مناطق تابع للسعودية يخلي مثلا ايرانيين وهما بيدرب اسرائيل برضو صواريخهم تضل طريقها وتنزل في مناطق خاضعة السعودية بلاش؟ لو السعودية شاركت في اسقاط اي سالوخ تابع لايران او تابع للحوثيين طالع يضرب اسرائيل لازم تعرف حيتم التركيز عليه بشكل كبير جدا ويقول لك بص ده السعودية مش بس بتتصدى للسعودية فوق اجواءها دي كانت ضربة الحوثيين كمان في عملية طوريب للجانب السعود بشكل او باخر الحرب دي اخطر ما انت ممكن تتخيل والاخبار اللي طالع اخطر ما احنا فاكرين كلنا يا جماعة الدنيا بتورع في الشرط الاوسط ولو تقارير اعلامية ممكن تسبب في ازمة تجاه دول لازم تعرف ان الامر ده خطير وما تساكدش عليه صحيح ولا وسيلة اعلامية ركزت على الخبر ده على فكرة هي مش موقع صغير في اسرائيل موقع كبير كل وكالات الانباء بتنقن منه بس في عملية طوريب للسعودية وما فيش اي وسيلة اعلامية سعودية اتكلمت عن موضوع ولا وكالات انباء عربية اتكلمت عن الموضوع او غطت الموضوع بس ده خبر مهم جدا على الجانب الاخر اللي بيحصل في اسرائيل دلوقتي امر خطير ايه هو انت بتتكلم ان في شبه انكلاب اعلامي بيحصل من وزير الدفاع اللي طلع عن صمته وقعد النهاردة يشتم في نتنياهو بشكل كبير جدا وقال على فكرة انا كوزير الدفاع يا اوف جلانت قالك انا والاجهزة الامنية كلها متفقين على ضرورة التسوية مع حماس وان يبقى فيه صفقة لتبادل رهائن وان خلص الموضوع على كده في غز امي مان اهني اولا جلانت هنا يمثل المنظومة الامنية في اسرائيل ولا يمثل نفسه كسياسي فقط او كوزير الدفاع فقط هو يتحدث باسم قطاع كبير في اسرائيل يمثله الجناح العسكري ان صح القول او العسكر في اسرائيل المنظومة الامنية في اسرائيل التي ترى اولا بان نتنياهو يطيل امد الحرب بدون اهداف فقط لاهداف سياسية هو اتهم نتنياهو وقال بان جزء من تعطيل المفاوضات يقع على عاتق اسرائيل وهنا هو يقصد نتنياهو عندما يقول اسرائيل ده مين اللي بتكلم وزير الدفاع طالع يتكلم فين اعلام الاسرائيل طيب ده معناه ايه ده معناه ان وزير الاعلام بيعبر عن رأيه اللي هو مخالف من نتنياهو انت عارف طالعه ايه قالك على فكرة الحكومة واسرائيل هي السبب في عدم الوصول لصفقة رهائن يقوف جالانت اللي بيقتل في حماس هو ده اللي طالعه يقولك اسرائيل هي السبب في تأجيل صفقة الرهائن ده معناني تنياهو ده انتقاط غير طبيعي وعلى فكرة الراجل ده تاني مرة يعملها ماسبش بالقصوة دي اول مرة وزير دفاع اسرائيلي يطلع بالقصوة دي نتنياهو ماسكتش على تصريحات وزير الدفاع منزل بيان نهارده طلع من مكتب رئيس الوزراء الصهيوني وطلع قالك على فكرة ظهر كده يقوف جالانت بيتبنى الرواية اللي ضد اسرائيل ويش ياهو بس المقربين من نتنياهو ده وفقا للإعلام الصهيوني فوسط الحرب طول ما في حرب استحالة توقيل وزير الدفاع انت كده بتعترف بهزيمة وبيني وبينك معرفش هي قانونة وراءة مش قانونة ان ينفع توقيل وزير الدفاع والحرب شغال انا معرفش بس الاشارة نفسها ان اسرائيل حتوقيل وزير الدفاع قبل ما ايران تضرب اسرائيل دي يعني اشارة كبيرة ماينفعش ان انت تستجيب لها وماينفعش ان انت تعملها اصلا برغم على فكرة ان طلع نواب النهاردة في الكنيسة طلبه باقرة وزير الدفاع يا اوف جلند عشان طلع اصرح بكده بس النقطة اللي انا واقف عندها ايه ان يا اوف جلند ما كانش بيتكلم فقط على جزة ده كان بيتكلم على تسوية كمان مع حزب الله في الحدود الشمالية مش عاوز وزير الدفاع اسرائيل مش عاوز حرب مع لبناء خص فالامور دي تشير ان فيه انشكاك داخل اسرائيل ويقولك ان نتنياهو ماشي عكس رغبة الجيش وان دي مش رغبة فقط ده كمان قدرات عسكرية ان اسرائيل ما ينفعش تفوت حرب على مختلف الجبهات في نفس الوقت دي حرب عتبقى مدمرة بس اللي عاوز كده وماشي كده وفقا لاهدافه الشخصية وحتى مش وفقا لاهداف اسرائيل حتى اللي هي دولة مجرمة ما كانش كيان مجرم اصلا بس اللي واخد الدنيا كلها هو نتنياهو وما تنساش المقار اللي جبتها لك الصبح اللي قلت حضرتك فيها ان النتنياهو عاوز يقوم حرب عالمية لان النتنياهو بيتكلم انهو دي حرب بين الديمقراطية والانسانية والكلام ده كله ضد الهمك الهمك ده اللي هما الايرانيين واحنا كعربي احنا فدي رواية بتبني اهداف غربية الغرب اصلا مش عاوز طبقها يعني خلي بالك الغرب ما عندوش اي نية انهو يشهل حرب عالمية بس النتنياهو عاوز كده عاوز حرب عالمية وطلع قال كده في الكونغرس فدي امور خطيرة عالمنا اليوم يشهدوا اضطرابات في الشرق الاوسط يواجهوا محور الارهاب بقيادة ايران امريكا واسرائيل واصدقاءنا العرب هذا ليس صراع حضارات انه صراع بين الهمجية والحضارة على الجانب الاخر خد بالك ان يقوف جنب ما تكلمش فقط على حماس وما تكلمش فقط على لبنان ده كمان اشار ان موضوع الانفاء اللي على محور فدي الفي ده ممكن ماكوش حقيق هو اشار لكده وهو ماكلمش صراحة بس اشار لكده قال لك على فكرة الكلام اللي طالع ان الانفاء بين غزة وسيناء ممكن ماكونش شغالة والراجل ممكن يكون بيلمح لحاجة زي كده ان الانفاء على طول محور فدي الفيا ممكن ماكونش شغالة فعلا ودي الرواية اللي بتقولها مصر مصر بتقولك احنا قفلنا الانفاء كلها اللي مفتوح من الجانب السهيوني ده او من جانب غزة دي انفاء من عندنا احنا من الحدود المصرية مضمرة بس اسرائيل بتطلع تستعرض وتبين لك اصلي فيها عربية طالع من نفاء وتقول لك اصلي احنا اكتشفنا نفاء كبير ودي من ضمن انجازات العسكرية وكلام ده كله حقس ودلوقتي الكلام بتده يطلع في الاعلام السهيوني وما تنساش ان كل الكلام ده طالع في ظل مبارح رسالة طالعة من زباط اسرائيليين داخل قطاع غزة يقولوا ان حتة النصر الحاسم ده مش موجود والنهارده وزين الدفاع بيامنع الكلام خاصة؟ مفيش حاجة اسمها نصر حاسم تجاه حماس خاصة؟ او نصر مطلق total victory يعني مفيش الكلام ده كله بس نتنياهو مصر ان هو ياخد المنطقة كلها في ستين دقائق بس تمتيج تفكر كده الموضوع ايران هترد على اسرائيل ده امر حاسم او محسوم ايران هترد سواء بقى خلال 24 ساعة سواء بقى خلال يوم الخميس كده او كده هو في المدار ده يا بكرة يا بعد بكرة كتير قوي يعني حيرنده او ده الاعلام الامريكي ومخابرات الامريكية بتعمل على هذا الاساس وترجح الاستخبارات الاسرائيلية ان يهجم حزب الله اولا ومن ثم الايرانيون كما رجحت ان تشمل الهجمة اطلاق صواريخ ومسيرات على اهدف عسكرية وسط اسرائيل وقرب مراكز سكانية مدنية في ضوء تلك الترجحات طالب الجيش الاسرائيلي من جنوده وضباطه الموجودين في جورجيا واذربيجان مغادرتها فورا وعدم السفر الى البلدين خوفا من اي عملية انتقامية ايرانية بس لو الحرب دي قامت هي ليه مش في مصلحة حد لان خد بالك انت بتتكلم ان ماضيك هرمز ممكن يتقفل ايران هتحارب عند ماضيك هرمز لو الامريكان ضربوها وهتحاول تقفل ماضيك هرمز مع اغلاق الحوثيين ماضيك باب المندب هل العالم عاوز يقفل ممراته المائية سواء باب ماضيك هرمز اللي بيطلع نسبة ضخمة جدا من النفط الخليجي للعالم او ماضيك باب المندب اللي بينقل شحنات نفط ضخمة جدا للعالم الممرات دي كلها تقفل تفصلح مين ده ولا روسيا ولا الصين عاوزين كده ولا روسيا ولا الصين عاوزين الكلام ده كله بلاش انت بتتكلم ان النفط النهاردة قصر التمانين ده وانا بكلم خضرتك النفط طول الفترة اللي فاتت دي ومع اغتيال اسماعيل هنية مع الحرب اللي دايرة في غزة الكلام ده كله ما كانش النفط مرتبط قوي بالتوترات في الشرق الاوسط دلوقتي النفط اصبح مرتبط بزيادة بالشرق الاوسط ليه ناخد بالك كل البيانات اللي طالع من الصين سيئة ان السعودية صادراتها للصين قلت قلت 3 مليون برميل المرفوض في اغسطس كانت بتتوقع السعودية انها هتنقل 46 مليون برميل هتنقل فقط او هتصدر فقط 43 مليون برميل للصين ماشي فده يوريك ان الصين عندها مشاكل اقتصادية المشاكل اقتصادية دي لازم تخلي اسعار النفط تهبط اسعار النفط قسر التمانين ما معناه ان فيه توطرات في الشرق الاوسط وان الامريكان مش عارفين ان هم يوقفوا الموضوع دا كله وبالمناسبة الامريكان دبلوماسيا بيعملوا كل حاجة في ايتيه بس واضح جدا ان تانيهو اقوى بكتير في ملف صفقة الرهائن دي من الامريكان وان تانيهو عاوز ياخد منطقة على حسب مزاجه وعلى حسب رؤيته وعلى حسب مسارحه الشخصية فحرب الشرق الاوسط او حرب الاقليمية دي هي حرب في منطقة خطورة لسبب واحد ان في ثانية زي ما قامت حرب غزة اصبحت حرب اقليمية الحرب الاقليمية دي ممكن تبقى حرب عالمية الروس لما يترودوا الاوكرانيين من اراضيهم دا لو حصل بسرعة رد بوتين قعد تفتكر ان هو حيكون في اوكرانيا فقط ابدا وسجل الكلام دا عليا بوتين من الاول كان عاوز يخش في حرب الشرق الاوسط دي وكان باعت وزير دفاعه صابت لهو سرجل شويجو لايران في الظروف الراهينة تبدو لافتة ويرى البعض ان الوفدة السياسية والامنية الذي يرافق شويجو الى طهران يدل ضمنيا على اهمية زيارة وحجم الملفات المقرر بحثها ومناقشتها وانه لا مجال للشك في ان الموضوع الاكثر الحاحا واهمية هو التصعيد المتزايد في المنطقة ولسيما في ظل ممارسات اسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة ونتائجها على المستويين الاقليمي والدولية هل الروس لما يخلصوا موضوع اوكرانيا مش هيجوا الشرط الاوسط مش هيدعموا الحوثين مش هيجدوا الايرانيين الطائرات المقاتلة سخوي 35 مش هيحاولوا يدعموا حزب الله بمنظومات دفاع جوي كل الكلام دا اللي كان طالع قبل هجمات القوات الاوكرانية داخل الاقليم كورس في روسيا فالموضوع دا مهم جدا والحرب الاقليمية دي ما فيش حد فيها فائز خالص حتى اللي هيكسب لازم تتعرف ان هو اضر اضرار مش هفاشة بل كده هفاكرة الشكل في اسرائيل او العملة الاسرائيلية بتحبط بطريقة جير طبيعية بتحبط ما تنزل البورصة في اسرائيل يعني راح خلاص الامر صعب جدا في الاخر يا رب اكون شقعت حضرتك الموضوع بشكل مبسط وارب ننسل مصر وارب ننسل العرب وارب ننسل فلسطين يا رب تحية مصر سلام موسيقى موسيقى يا محروصة بسيف شاطر وصف حارس عليك يا مين ومن فوق السماء السابة حبيك يا رب العالمين